طبعا التدخين عادة سيئة ومضرة للغاية لكن المشكلة الأكبر لما بقى فيه أب أو أم مدخنة بتدخن أمام أطفالها في البيت التدخين داخل البيوت أمام الأطفال مشكلة كبيرة جدا وليها تدعيات سلبية بش على صحة المدخن بس كمان على صحة الأطفال الطفل ممكن يصاب ببعض الأمراض في جهازه التنفسي ممكن يعاني من أمراض كبيرة يعني بعد كده لما يكبر والشق التاني كمان المشكلة الكبيرة أنه بيقلد بيشوف الوالد اللي هو المفروض القدوة والوالدة وهي بتمارس هذه العادة السيئة عادة التدخين هنتكلم في هذه الفقرة يا منا عن خطورة التدخين أمام الأطفال فكرة التدخين في حد ذاته قدام الأطفال يا محمد بتخلي الأطفال عندهم ارتباط ذهني كده بأنه بيكبر لما يقماسك أداة التدخين أنه هو بيشوف كان لفترة طويلة قبل مثلا الحملة اللي عملتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تقدم دراما خالية من التدخين وده كان موجود في رمضان الفاتف الأعمال اللي موجودة كان فيه فترة كده طالع فيه الأعمال الدرامية أنه الناس وهي متعصبة تقوم مولعة سجارة وكأن ده شيء بيخرج السترس فارتبط الموضوع ده في زهن كتير جدا في فترات طويلة بأنه هو ممكن يكون حاجة لطيفة إيه بقى خطورة التدخين ده؟ إيه خطورة الصورة الزهنية دي إنها تترسخ في زهن أطفالنا التدخين يا ترى ممكن فعلا يؤثر على الأسرة ويخلي التدخين السلبي يؤثر على الأطفال دي أسئلة هنعرف إجابتها من الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية سابقا صباح خير يا دكتور حدك منوارنا أهلا وزاعة نورك صباح خير يا محمد صباح خير يا سيدة المشاهدين أهلا وزاعة أنا سعيد بوجودي معاك وجدا أحنا سعادة بوجود حضرتك معا دكتور بقالنا سنين عن التدخين وأصار التدخين والبيوت اللي فيها تدخين والغاية دلوقتي التدخين موجود والغاية دلوقتي البيوت فيها تدخين العداد دي ما اختلفتش مع الدعم الإعلامي ولا مع الكلام اللي بقالنا سنين بنقوله هو طبعا الدعم الإعلاني الحقيقي دي ساهم في الدول المتقدمة في تقليل المدخرين فعلا يعني دول المتقدمة فعلا بقت بتقلل من التدخين بسبب القوانين الرادعة المعمولة وحظر التدخين في أماكن كتير بيخلي التدخين في أماكن يعني مش مريحة دايماً أماكن مغلاقة بيزحق المدخل آه بتتعبوا وتبقى بعيدة فغير إنه هما طبعاً زاد قوي الوعي والحاجات دي للأسف التدخين بيزيد في الدول النامية زي دولنا زي بلدنا يمكن إحنا مش بنطبق برضو القوانين صحيح بدقة وبشدة على المدخلين التضييق عليهم علشان زي ما بيقولوا نقرفهم علشان يبطلوا تدخين فما زال التدخين مشكلة كبيرة في مصر بالرغم كلنا ملاحظين ارتفاع أسعار السجاير وأسعار كل أنواع التبغي الناس مستمرة في التدخين ومعرفش يمكن السجارة برضو ممكن للإنسان الفقير أو يمكن هي تعتبر برضو أرخص متعة بالنسبة للمتعة كتير زي المصرح أو السينما أو الأوبرا اللي احنا نقدر للأسف هي متعة قاتلة للأسف يعني بعد كده طبعا هي متعة للصحة يعني طبعا قاتلة وإحنا زي ما حرارك بتقول التدخين السلبي إن احنا بيوتنا كلها برضو بيوت صغيرة مش عايشين في فيلال أغلبنا ولا غرف مغلقة على أولادنا وعلى زوجاتنا فتدخين السلبي خطير جدا غير الازدحام الشديد اللي عندنا في المواصلات وفي المولز والحاجات دي أماكن برضو مغلقة فتدخين السلبي اخترب أضراره من التدخين الإيجابي على المدخن وعلى الغير مدخن طبعا أثار هذا التدخين السلبي كتير من الأباء المدخنين في بيوتهم ما بيخدش باله بيبقى عايز يشرب سجارة فيشرب السجارة أمام أطفاله وزي ما حرارك قلت البيوت بتبقى يعني ما هياش متسعة جدا فبالتالي بيبقى ابنه أو بنته جنبه وهو بيدخن السجارة دي عايزين نقول للأباء المدخنين اللي بيدخنوا أمام أطفالهم خطورة ده على الجهاز التنفسي لهذا الطفل الذي في طور النمو زي ما بيقول أنا بتجيلي الزوجة مثلا وياها زوجها وهي مريضة فبقى قول لها زوجك بيدخن يمرض لا بس بعيد عنها قوله في الجنينة بتاعت الفيلا على طول لا الله بس ببقى في الشباك ومشغل الشفاط وفي المطبخ كل ده ما ليش تأثير احنا بيوتنا ديقة والتدخين السلبي بيأثر على الزوجة أولا إذا كانت يعني هو ليه تأثيرات يعني مبدئيا لو أنت ناوي زوجين وناويين الحمل مثلا بيأخر الحمل لو حصل حمل ممكن ينهي الحمل مبكرا يعني أنت زوج بتدخن ومتزوج حديثا ممكن يسبب إجهاض مبكر بعد كده ممكن يسبب تشوهات للجنين أثناء الحمل حدرتك بتتكلم في حتة تانية خالص ده احنا بنتكلم عن الحامل المدخن احنا بنتكلم عن الزوجين اللي في الأول الزوج اللي لسه بيحاول أنه هو ما يأثر الزوج المدخن اللي متجاوز واحدة ومش مدخنة المدخنة نفس التأثير التدخين بيأثر عليها على الجنين بيأخر حملها إذا كانت ناوي الحمل بيسبب إجهاض مبكر بيعمل تشوهات في الجنين أثناء تكوينه بس ده بنسبة كبيرة يعني برضو عشان الناس ما تتخضش هل ده بنسبة كبيرة يعني فيه أبحاثها المية بتقول فعلا ده بيحصل طبعا بس مش بنسبة كبيرة في أبحاث بتؤكد هذا الكلام أنه لوحظ أنه السيدات الحوامل المدخنات بيحصل عندهم تشوهات في الجنين وبيحصل إجهاض مبكر ودي بتلاحظ بتعمل بحث على عدد كبير من الحوامل بيشاف ليه حصل الإجهاض فبيلاقي نسبة منهم كبيرة أغلبها كانوا مدخنين فبيثبت أن التدخين لي علاقة بهذا الموضوع طبعا ده التأثير المباشر فيه تأثير أو السريع كمان إنما تأثير الأب أو الأم اللي بتدخن في البيت على أولادها زي ما قلتوا تأثير القدوة إن هو بيشوف والده أو والدته بتدخن فبيفتكري إن دي حاجة كويسة وعايز يقتدي بيها ولو إن أنا ماقتديتش بيها أنا خدت أثر عكسي إنما شفت والدي بيدخن الله يرحمه كرهت التدخين لأنه لكن بتسيب الأثر ده الطفل بيقولك والدي بيدخن وإيه اللي بيحصل ده الأثر البعيد بتأثر على جهاز التنفسي لو الطفل صغير بتسبب له ربه بتسبب له التهاب في الشعب الهوائية لو هو عنده لو هو عنده حساسية أصلاً ممكن تعمله أزمات ربوية أنا بسأل أي أم جاي بالطفل بتقولي كوحة مش عايزة تروح من عنده طب عندكو في حد بيدخن أول سؤال تاني سؤال هل في حيوانات أليفة في البيت دي من الأسباب اللي بتعمل حساسية فالتدخين من الأسباب اللي بتعمل حساسية وبسبب أزمات ربه جديدة عند أطفالنا ده غير طبعاً إنه بتأخر النمو العقلي ليهم يعني التطور النمو العقلي والتطور الدراسي والحاجات دي بتأخروا إذا كنا حريصين قوي أنا شاف يعني الحرص أولياء الأمور وقفين على بواب المدارس علشان السنوال عامة والامتحانات فإنت ما تدخنش في البيت ما تفتكرش إنه إنت لما بتدخن بعيد ما فيش حاجة اسمها بعيد بعيد فين وخصوصاً كمان في التدخين مساء يعني دايماً الزوج بيرجع بالليل ويبقى البيت مغلق مقفل وبعدين يقولك طب هي الأزمة بتيجي ليه بالليل الأزمة بتيجي تراكم الأبخرة والتبغ والحاجات دي في سقف الحجرة أو سقف المنزل وتبتدي تنزل وتسبب أزمة على الساعة 2 الفجر الساعة 3 الفجر عند مريض عند طفل عنده أحساسية صدر الموضوع اللي علاقة بالتهوية كمان يا دكتور يعني إذا كان شر لابد منه بشكل أو بآخر وهو مش لابد ولا حاجة بس إذا كان موجود بالفعل نتصرف يعني التهوية نحن نفق مكان مفتوحة الأب اللي راجع من بره وريحته سجاير ده يدخل على الدوش على طول يعني إيه طبعاً يعني مكويس نقلل المدامة طبعاً اللي ريحته سجاير دي لأنه فيها لم تبقى الماء بتعلق في الملابس وتعلق في البيت في الستاير وفي السجاجين مع الأطفال حتى هو قعد ببقى ولاده أو طبعاً والطفل نفسه بيبقى قريب من الأسطع دي يعني الطفل بيقى قريب من الأسطع دي التهوية مهمة جداً زي ما حضرتك قلت بس قليني نعمل ليه في الجو الحر ده اللي الناس بتقفل ومشغل التكييف يعني التهوية بقت صعبة حتى في الشتاء في الصيف كنا زمان بنهوي في الصيف دلوقتي الحر الغير طبيعي اللي احنا كله أنا بص على المساكن المجاولة لاقي كله قافل وكله مشغل التكييف كلها بتعبي أدخنا وكفاية علينا قوي التلاوس الخارجي كنا لسا بتكلم على الجيران وفي الحلقة في الفقرة السابقة وعايزين نقول للجيران اللي بيدخانوا يعملوا حساب جيرانهم لأنه هما فاكرين إنه هما كل بيوتنا قريبا أنا شخصياً بشم ريحة الدخان من جاري مش عايزة أقول بينا علشان ما أو بتفرج عنها نازم ياخد باله طبعاً بطور احنا بتشوف ألوان عجيبة من التدخين بدا أسمع كل شوية كده شيشة طبعاً بعد كده السجاير التبغ المسخن الايكوس التبغ المسخن الفيب ألوان كتيرة جداً وبعض الناس يقولك دي أقل ضرر من دي وإن السجارة الإلكترولية مش عارفة فيهاش تثبت قطران غير النيكوتين صحة العلمية للكلام ده كله وهل كل الحاجات دي لها أثار سلبية أيضاً حينما أستخدمها أو أدخنها داخل بيتي يعني هو حضرتك زي ما حالك أشارت الأنواع الكتير من التدخين دي فيه محاولة من شركات التبغ للتحايل وخصوصاً في الدول المتقدمة على أن الناس بدأت تبعد عن التدخين السجاير فبدأوا يبتكروا أشياء أخرى علشان يقولوا للناس أهدى فيه حاجة تانية مش ضرة وهي ضرة هي زيها زي ضرة انت لو تعرف حضرتك أنه علاقة السرطان بالتدخين اكتشفت تقريباً بعد مئة سنة من التدخين يعني عشان نكتشف لازم فيه ملاحظة ودراسة زي ما حالك بتقول وأبحاث فتقريبة في الستينيات هتنا حالك بتتفرج على الأفلام المصرية كلها وزي ما قالت منها بتتفرج اللي بيدخن عنده مشكلة ما كانش فيه مشكلة في الفيلم لا كانوا ما كانوش عارفين إن مشكلة التدخين في الستينيات لكن هي التدخين كان في قرن التسعتاشر مش في قرن العشرين لا على بان ما اكتشفت فهذه المواد اللي موجودة في التدخين الجديد المدخن طبعاً فيها بحث تتعامل هيثبت ما كانش ثبت يعني إنه هي أضرارها زي التدخين زي السجاير العادية يعني ما فيش شك إن فيها نسبة ديكوتين وفيها نسبة من الأطران برضو وفيها نسبة من مواد إحنا ما نعرفها صحيح؟ غريبة سوايل غريبة بتتحط في هذه الأشياء الحاجات دي أكيد أكيد بتسبب أضرار وعلى المدى البعيد زي ما قلنا التدخين بيعمل سرطانات على المدى احنا اتكلم عن المدى القريب السرطانات بتبقى موجودة مش بس في الجهاز التنفسي في كل جسد الجسم تقريباً وبيعمل أضرار في الجهاز الدوري والجهاز والقلب ويعمل جلطات وجلطات مخية في الدماغ فالتدخين بينتشر في الجسم وبيعمل يعني سلبيات كبيرة جداً جداً وأضرار كتيرة جداً لا سبيل لحصرها نرجو إن احنا يعني نبقى وعيين للكلام ده وأنا بوجه رسالتي أكتر للي لسه بيفكروا يدخلوا هم دول اللي الشبابنا الصغيرين ما ده بيحصل بقى يا دكتور اتلاقي الولاد بيتحدوا بعض يا عم انت رسا عائل يا عم احنا كبرنا وجزء بقى من إثبات الرجولة والذات مش الرجولة لأنه عند الولاد والبنات يعني جزء من إثبات نضج يعني إنهم يشربوا سجير قدام بعض حتى بتبتدي الأول لغاية ما يتحول لنوع من أنواع العادة مش عارفة بقى يعني احنا قعدنا نقول الكلام ده في التليزيون وقعدنا نقول الكلام ده في الدراما بس هل بيفرق مع الولاد جيل سوشيال ميديا إنه يبقى عارف إنه التدخين ده مش هيوصلوا لحاجة؟ هو معظم مشاهدات حضرتك إيه؟ مشاهدات حضرتك في العادة إنه اللي بيجيلي الشاب أو بيجيلي بيعارف أضرار التدخين بس محتاج لحد يعني يقوله إزاي بطل تدخين محتاج لتأكيد هذه المعلومة لما بيتعرض لأزمة صحية هي دي اللي بتخليه يلجأ لأزمة الصحية وللأسف إن الأزمات الصحية اللي بتمنع التدخين مش عندنا في الصدر هي بتبقى في الأمراض القلب أكتر لأن القلم الشديد اللي بيحس بيه مريض القلب بيبقى قلم شديد جدا بيخليه يقول لأ أنا مش هدخن بعد كده لما يعرف لكن في الصدر طبعا بيبقى الضرر تدريجي وعبارة عن صعوبة في التنفس بتزيد بتزيد بالتدريج لغاية ما بتوصل لمرض يمكن مش معروف قوي لكن هو يمكن المرض الثالث في العالم في أسباب الوفاة في العالم هو السدة الرئوية أو الانسداد الرئوي وده لازم يجي للمدخن اللي هو بيحس بيه بأعراض اللي هي صعوبة التنفس والنهجان عند الجهد الكبير وبعدين يحس بيه عند الجهد المتوسط وبعدين يفضل يزيد لغاية ما يقدرش حتى يدخل الحمام يحصل صعوبة في التنفس إضافة للسعال المستمر والبلغم كل دي أعراض للسدة الرئوية ومرض صعب جدا وده أعراض في كل الجسم برضو وأكيد لازم المدخن إذا كان المدخن السرطان بيبقى في نسبة كبيرة لكن ده أكيد لازم يجيله السدة الرئوية أخيرا دكتور لو حد عايز يقلع عن التدخين ودائما بنشوف المدخنين اللي بيحاولوا يقلع عن التدخين بيعملوا محاولات وبيفشل وبيرجع مرة تانية ويروح مرة يدخن ويرجع يبطل طيب الفئة دي تقول لهم إيه إيه الخطوات اللي ممكن يعني يعملوها عشان ياخد قرار سليم بإنه يخلع تماما عن التدخين أقوله أولا أن أنت كويس أنت بتحاول ومعنى أن أنت بطلت ورجعت أن أنت تقدر تبطل على طول وأقوله أنه التدخين يعني عايز قرار والقرار ده تاخده مع أسرتك ومع أصدقائك إزاي لأن أنت لما تعلنوا لأن أنت لما تعلنوا تقول لهم أنا بطلت التدخين هم ما هيساعدوك لو شافوك بالدخن يمكن يقولوا لك أوعد دخن أو لو صديق رزل شوية ممكن يرزل عليك وفتكاف منه فلازم تعلن أن أنت بطلت التدخين وتحدده بمناسبة مهمة مناسبة زواجك إذا كانت مناسبة سعيدة لك تحدده تقول أنا من أول عيد جوازي أو من أول عيد ميلاد ابني الأول أو في رمضان تاريخ محدد وتعد به إنه بقى لي شهر بقى لي شهرين بطلت تدخين برضو عزين ده بتنبي التدريج يعني الأفضل تدريجيا ولا أخذ القرار بالامتناع مرة واحدة والله بأي طريقة لكن هو الأفضل امتناع مرة واحدة قدت القرار بالنسيب العلبة الصغير ومنمسكهاش تاني لكن إحنا نقعد ندي موعيد يا دكتور ونقول لسه هنستنى شوية دعم زي الدايت بتاع يوم السبت اللي كل الناس تقولت حتدي من أول النسيوة حتدي من ده يعني أعتقد إنه محتاج حسم بس أنا عايز أقول نقطة برضو على الإقلاع اللي بيقلع عن التدكين لازم يعرف إنه بيعاني هيعاني من إيه مش بس من المزاج لأ حيحس بسعال أكتر لدرجة حيقول ده الطبيب ده سدره بينضف سدره بينضف بالزبط كده يعني لازم يقاوم الفترة الأولى وحيدخن شوية خلال شهر حيكون في تحسن في خلال السنة حيبقى كأنه لم يدخل نهائيا عظيم كل شكر لك الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية سابقا شكرا جزيلا لحليك فتا نورتين وشرفتين ده نورك وكلك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر